مطالبنا هي أولاً أن يعتبر الائتلاف هو الممثل الشرعي للشعب السوري وأن يعطى كافة الصلاحيات المترتبة على ذلك ثانياً تقديم دعم مالي وصحي وإغاثي عاجل لتخفيف المعاناة الطويلة المتفاقمة كل يوم ثالثاً إنشاء صندوق دعم مفتوح لإعادة الإعمار وتجديد البنية التحتية لسوريا وتقديم كل أنواع الدعم الفني للبناء رابعاً الاعتراف بحق الشعب السوري في الدفاع عن نفسه بكافة الوسائل الممكنة خامساً تجميد أموال العصابة الحاكمة في كل الدول والتي هي الأموال المنهوبة للشعب السوري لوضعها من أجل الإعمار والبناء القادم سادساً إعداد الملفات اللازمة لتقديم المسؤولين عن الأعمال الإجرامية في سوريا إلى محكمة الجنايات الدولية سابعاً نطالب كل دول العالم بتسهيل إجراءات الإقامة والتنقل والعمل للسوريين